أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قيام الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة تيسيرا على المواطنين في التنقلات ولمنع التكدسات وفتح محاور جديدة للتنمية وخلال تفقده أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والممتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي أشار مدبولي إلى أهمية الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة الفنية والإنشائية لهذه المشروعات وفقا للتوجهات الرئاسية أخذا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافية